إيه القصة بقى؟ يعني هحنا بتكلم يا سادة المشاهدين حؤن جديدة لإنقاص الوزن بدأت إزاي؟ هل فعلا بدأت تنتشر بشكل كبير؟ هي الحؤن مش جديدة الحؤن موجودة بقالها شوية وأنواع مختلفة قبل ما بتدي نتكلم عن التأثير السلبي لهم لازم لازم نتكلم عن التأثير الإيجابي بتاع الحؤن دي الحؤن دي بنستخدمها في مرض السكر من نوع الثاني تعتبر أدوية ممتازة بالنسبة للمريض السكر بتؤدي إلى انضباط السكر تؤدي إلى إمقاص وزن مريض السكر وده حاجة مطلوبة تؤدي إلى حماية مريض السكر من مضاعفات السكر على القلب وعلكل ده مش كده بس ده بتنزل معدلات الوفاة في مرض السكر أربع مزايا رائعة ده في مريض السكر اللي بياخد جرعات متوسطة من الدواء وتحقق الفوايض دي كلها الأمر مختلف بالنسبة للناس الأصحاء غير مرض السكر اللي هياخدوا جرعات كبيرة مضاعفة لإحداث نقص في الوزن مش ملحوظ بقى نقص كبير في الوزن وبالتالي يبقى أخذ الأدوية دي ووصفها لازم مش بسيط دكتور لازم بطبيب متخصص في الكلام ده عشان التأثير السلبي اللي أنا هقوله التأثير السلبي دي أدوية وزي أي دوة ممكن يكون ليه أعراض جانبية وهي أعراض جانبية ليه علاقة قوية بتجرع اللي بيأخذها المريض فلو احنا قلنا أن مريض السكر هياخد جرعات متوسطة بالتالي الأعراض الجانبية هتبقى متوسطة أو الشبه مش موجودة يعني نقدر نقول أن الدواء قامل لدرجة كبيرة قوي في مريض السكر على العكس تماما بالنسبة للصحاء من غير مرض السكر اللي بيأخذوا الدواء هياخدوا جرعات كبيرة هيبقى فيه أعراض جانبية كثيرة وبعضها قد يكون خطيرة فمثلا نقول أن الجهاز الهضمي اللي هو المستهدف الأول من الأدوية دي أن الدواء دا بيعمل بطء في حركة المعدة والأمعاء الأكل بيخرج ببطء من المعدة والتالي بيقف نوع من الشبعة نقص في الشهية مش كده بس الدواء نفسه بيقص على مراكز الشبعة والجوع في المخ وبالتالي بيقوّع عملية الامتلاء والشبعة وينقص الشهية للأكل وده اللي بيكون سبب رئيسي في حدوث نقص الوزن الجهاز الهضمي بتأثر بالأدوية دي فممكن يعمل ميل جامد للكيء يعمل كيء يعمل إسهال يعمل بطء في حركة المعدة وده جزء من الشغل بتاعه بس يعمل بطء شديد وممكن يعمل انسداد في الأمعاء كنت سأقول لحدك على حاجة يعني هو طبعا ليه أسامي كتير جدا زي المنجار والأوزنبيك والساكسيندا تلاقي ناس بتقلت بعضها خصويا الستات يعني تقول لها انت خدتي المنجار وخدتي أوزنبيك ممكن اتنين صاحبات ياخدوا المنجار وسواء وحدة تخص وتبقى حالتها الصحية لطيفة وكويسة لا فيش أي تأثر ووحدة تانية يجي لها مثلا توقف في الجهاز الهضمي تتعرض لأمور مثلا صعبة جدا في الألام المعدة وغيرها وألام في الجسم يعني زي ما في بعض الناس بتوصف ده شايف حدك الفرق بين الشخص والتاني الاستيعاب والذي الحوام بيكون ازاي ده أي دواء ممكن الدواء دي العيان يعمل نتائج هيلة وكويسة جدا وفي بعض الآخرين يعمل لهم أعراض جانبية جامدة بيتوقف على المريض وعالجرعة ونوع الدواء يعني الأثمام اللي حدثتك قلت يا عها ودي أسامة تجارية في حاجات منها بتاخد مرة أحدة في اليوم وفي حاجات بتاخد مرة أحدة في الأسبوع في حاجات بتاخد منها جرعات قليلة وفي حاجات بتاخد جرعات كبيرة